أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان المبارك ويترقب المسلمون في بقع الأرض معرفة موعد عيد الفطر السعيدة هذا العام الجدل هل عيد الفطر الجمعة أم السبت تفاوت تراء خبراء الفلك بشأن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في عدة دول عربية وتوقع البعض أن الجمعة الواحد والعشرين من أفريل هو اليوم الأول من شهر شوال بينما أشر آخرون لكون السبت الثاني والعشرين أفريل هو الموعد الفلكي الحقيقي لبداية الشهر الهجرية مركز والفلكة الدولية قال أن دول العالم الإسلامي تتحرى هلال شوال عيد الفطر المبارك يوم الخميس العشرين من أفريل أن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتليسكوب في جميع قارة آسيا وستوراليا في حين أنها ممكنة باستخدام التليسكوب فقط وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارة إفريقيا وأوروبا قال الموقع أيضا أنه نظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس أيضا في جميع مناطق العالم الإسلامي فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن غالبية الدول بدء الشهر في اليوم التالي وعليه من المتوقع إعلان العديد من الدول في عيد أن عيد الفطر يكون يوم الجمعة الواحد والعشرين من أفريل أما بالنسبة للدول التي تشترط رؤية الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط بدون تليسكوب تشترط الرؤية المحلية الصحيحة بغير تليسكوب فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها ثلاثين يوما أو يكون عيد الفطر فيها يوم السبت الثاني والعشرين حسب ما ذكره المركز إذن هذا المركز الفلك الدولي أثار هذا البيان له حالة من الجدل فالبعض عن موعد أول أيام عيد الفطر هل هي فعلا بالسبت فإحيث أصبحت وسائل الإعلام وصفحات تنشر أن عيد الفطر المبارك سيكون يوم السبت متأكدين بذلك ليخرج مركز الفلك الدولي في بيان آخر هذا هو البيان الذي تتابعونه في الصورة يقول نشرت بعض وسائل الإعلام خبرا منسوبا لمركز الفلكي الدولي يفيد إعلانه بأن عيد الفطر يكون يوم السبت ننوه إلى أن مركز الفلك الدولي ليس جهة إعلان بل هو مركز علمي يقدم المعلومات الفلكية قد احتوى المقال الأصلي على تفاصيل عديدة تبين ظروف رؤية الهلال في مختلف دول العالم وبناء عليها يمكن تحديد بداية الشهر من قبل الجهات المعنية علما بأن المعايير المعتمدة لبدء الشهر في العالم الإسلامي متعددة وقد تعتمد رؤية الهلال في أماكن غير محلية إذن مشاهدين هذا الخبر تفعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة جمعنا لكم بعض التعليقات هذا الحساب كتب كل شيء بهذه الله وحده يفعل ما ينشاء أيضا هذا الحساب أعلق حول هلال رمضان أعتدر حول أيام العيد إن شاء الله عيد سعيد علينا وعليكم يا رب أيضا هذا الحساب سننتظر بإذن الله اليوم التاسع والعشرين ونراقب الهلال فإن رأيناه أفطرنا وإن لم نره نصوم لليوم الثلاثين بدون أي جدال أو نقاش فارغ ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال والأمة الإسلامية بقاطبة أحمد أيضا كتب وعلق صوموا على رؤيته وافطروا على رؤيته بعد هذا الجدل على الشنوب إذن في حديث لأبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته إذن أنتم أيضا مشاهدين يمكنكم التفاعل معنا عبر صفحة الشرق الإخبارية